روح لفاروق صلاح وانتو حضراتكم عارفين طبعاً المباردات لعبة مبارح في برج العرب الاهل يستمر في نفس المعسكر وصوله ان شاء الله ليوم الاربع اللي جاي قبل مواجهة المصري في الجولة التلاتين من عمر مسابقة الدولي روح لفاروق ونتطمن منه على اخبار الفريق وعلى اقامته وعلى استعداده لمواجهة المصري مساء الخير يا فاروق كل التحية للزبيل العزيز احمد سبير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقرات الندلالي في كل مكان اهلا بيك فاروق اعتقد ان الفوز مبارح يمكن من مكاسبه بعيداً عن حسابات المكسب والقصارة او عن حسابات النقط الحالة المعنوية والدفع المعنوية الكبيرة جداً لخدها الفريق ككل والعناصر اللي بتظهر مع الفريق لأول مرة كلمني كده عن اصدق ما بعد مواجهة الاتحاد واللقاء اللي انتهى بفوز الاهلي من نتيجة 3-0 يعني اتفق معك مليون في المئة زميل العزيز احمد سمير طبعاً الروح المعنوية وارتفاع الروح المعنوية عند اللاعبيين بعد الفوز وعودة طبعاً لسلسلة الانتصارات والفوز على خصم كبير جداً زي فريق الاتحاد السكندري بسلسة اهداف هنا في الستاد الجيش ببرج العرب طبعاً انا باتفق تمام في الكلام طبعاً بخصوص علي لطفي وان الحفاظ على الكلين شيت لخمستاشر مباراة وطبعاً ده مجهود كبير جداً سواء لمحمد الشناوي لعلي لطفي لمصطفى شبير لحمز علاء لمكلوف لمستقبل حراسة المرمة اللي موجود داخل النادي الاهلي علي لطفي يعني الجميع اجاب به من الجمهور اللي كان موجود بيتابع اللقاء هنا في استاد الجيش ببرج العرب وان مع كل تصدي مع كل يعني يعني كورة يعني العلي لطفي بيثبت ان حراسة مرمة الاهلي بخير بوجود الشناوي وجود عالي لطفي وجود شبير ووجود حمزة علاء روح مع نواية مختلفة طبعاً زميل احمد بعد الفوز بالامس ويعني مستر ريكاردوس واريش طبعاً زي ما قلنا قرار مجلس الادارة باستيناف مباراة الدوري باللعابة للناشئين خفف الضغوط عن الجزء الفني خفف الضغوط عن اللعبين وده اللي قدر يشتغل عليه مع مجموعة اللعبين الناشئين اللي ظهرت بشكل اكثر مراع لكن هو طالبهم بالاستمرارية وقال مش عايز يبقى مباراة لا عايز يبقى في استمرار في الاداء طبعاً مرحلة ومهمة جداً نحاول بنقف على الامور ونقيم بعض الامور نشوف اقرب اللعبين اللي يكونوا موجودين من قطاع الناشئين في الفريق الاول وقال ان الامر ده والفوز بالامس لا يقلل طبعاً من الغيابات الموجودة عند اللعيبة الأساسية أو اللعبين الكبار اللي قال ان هم شركاء في نجاح النادل هالي على مدار السنوات الماضية وان هم جزء كبير جداً من اي انتصار بيحسب للفريق احنا فريق واحد وده من الامور اللي اشاد بيها وقال ان اللعب الناشئين في بداية مشوارهم وفي بداية طريقهم بطالبهم ان هم يقتنسوا الفرصة ويستغلوا الفرصة لكن دايماً هيبقى هدفنا البطولة انا عارف ان المنافسة صعبة ومنافسة قوية لكن احنا متمسكين بالامل طبعاً زميل احمد اليوم او في هذه الاسناء الفريق بيستأنف تدريباته بعض اللعيبة اللي شركب بالامس الكوفر واللي استشفى ليه اللعبين المجموعة اللي مشاركتش فيه المباراة بالامس طبعاً في تأسيمه وفي تدريب مستر ريكاردو سوارش حاول يديق مساحة الملعب ويشتغل على التحرك بدون كرة امور فنية بيشتغل عليها كان ليه حديث ايضاً مع الدكتور احمد ابو عبلة تعارف زميل احمد انت دايماً بتحاول تتطمن على مصابين للنادي الالي وانت دايماً في البرنامج بتحاول انت تتطمن كل جمهير النادي الالي على حالة اللعب المصابين خلينا اقول لك كان ليه حديث مع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب للنادي الالي اللي اكد لنا ان شاء الله عقب العودة من الاسكندرية وانتهاء مباراة المصري يوم الاربعاء القادم هيلطحك بتدريبات النادي الاهلي احمد عبدالقادر واحمد نبيل كوكا اللي تم شفاقهم بالكامل ويعني خلال هذه الايام بيتابع البرنامج التأهيل الموضوع ليهم وموضوع لي ايضاً اللاعبين سواء اكرم توفيق طبعاً اللي خلاص بطمينك انه شارك في التدريبات الجمعية كان طبعاً بيشارك على اجزاء وفترات يعني من التدريب لكن خلاص العودة الاسكندرية يشارك في التدريب بصفة كاملة اكرم توفيق طمنا طبعاً منه على اللاعبين وامتبعاته لي البرنامج التأهيلي وقال ايضاً طهر محمد طهر خلال اسبوعين ان شاء الله هيكون موجود فيه التدريبات الجمعية هنا الاجواء على حالة انا عارف انه طبعاً برح يمكن كلنا تخضينا من الاحتكاك القوي في الهدف الاول للاهلي التدخل من عبد المنصف على كريم فؤاد لعمل اسيست الأحمد سيد غريب انا عارف انه كريم اشتكى من رجبته لو عندك اخبار من الجهاز الطبي دي بالزبط اللقطة دي تحديداً كان استضام عنيف جداً جداً الحقيقة يمكن كريم راجل انه قدر يقوم ويكمل بصراحة حاجة زي نطمن منك على حالة كريم ومدى امكانية مشاركته من عدمه في مباراة المصر يعني خلينا طمنك زميل احمد كانت كادمة بسيطة جداً طمننا الدكتور احمد ابو عبل كادمة بسيطة جداً عملنا معها في أرض الملعب وبالتالي لعب كريم فؤاد استقنف واستكمل تدريبات وبأكد لجهزيته طبعاً لمباراة المصر المباراة القادمة بإذن الله كريم فؤاد بطمنك وبطمن كل جميع طبعاً نهاردة بيشارك فيه للتدريب كريم فؤاد وأكد لنا الدكتور احمد ابو عبل كانت كادمة طبعاً في التحام مع محمد عبد المنصف حارس نادي الاتحاد السكنداري لكن الحمد لله كريم سليم وان شاء الله يكون جائز طبعاً للمشاركة مع الفريق في مباراة المصر القادمة بإذن الله زميل بإذن الله بإذن الله بشكرك شكراً جزيلاً زميل عزيز فاروق صلاح من معسكر الأهلي في برج العرب